اشتركوا في القناة اينما كنت نسوق اليك تحايا عاطلات وامان النظرات وامالا غير عاطلات حلقة جديدة من برنامجكم دافورين نعود فيها الى دورين المحلي حيث مباراة المريخ العاصم وتوتي العاصم ايضا او المريخ مدرمان وتوتي الخرطوم الفريقان لعباء عصر اليوم مباراة يعني المباراة بشكل عام نعتبرها فوق المتوسط المريخ في شوطة الاول كانت افضل احرز هدفين وتنظيمه كان افضل طريقة اللعب كانت افضل في شوطة التاني يبدو انه اللياغة البدنية خانت اهل المريخ شوية والتغييرات لم تؤتي اكلها ايضا يعني طرد التاج برضو اثر كثير جدا في اداء المريخ بشكل عام توتي في الشوطة الاول لم تكن توتي التي نعرف ولكن في الشوطة التاني لعبوا بشكل جيد وحددوا مرمى المريخ كثيرا الحقيقة ولولا يعني الرعونة ويمكن قلة الخبرة كان ممكن النتيجة تكون غير يعني ربما كان فاز المريخ ولكن يعني ربما ايضا كانت مثلا ثلاثة اثنين اثنين واحد شي من هذا الخبير اه ناس توتي تفسقوا الكورة بشكل جيد بيمشوا لي قدام كويس لكن يعيبن ختام الهجمة خاصة لما تلاقي فريق بحجم المريخ وسمعته ويعني شي من هذا القبيل بيخليك انك انت ما قادر تركز او بعض اللاعبين قليل الخبرة ما قادرين تركزون لكن الحقيقة عجبني في المريخ اسكندر واسكندر دا حقيقة منذ ان كان في الهلال وده اول مرة اشوفه ما لعب كثير لعبنا هو ثلاثة مباريات على ما اسكر وهو كان لاعب واعد اول شي جسمه كويس صحيح هو القصير شوية لكن يعني بقية جسمه كويس جدا عضل جميل كتلة العضلية كويسة سريع ما زول تقيل وماهر حريف وممكن جدا جدا ان يكون لاعب مزعج سواء كان في الطرف الهجومي كجناح او كمهاجم تاني ربما ما ينفع مهاجم محطة اذا انت حتلعب الكور بفوق يعني لكن هو لاعب مزعج وبعدا اللاعب بطارد المدافعين بشكل جيد فلاعب ممتاز جدا جدا ما عجبني وسط المريخ لأنه لم يساعد كثيرا في البناء لسه الكورة بتمشي بتعدي المنطقة بتاعته وسط الملعب ولكن في نفس الوقت اداء المريخ نوعا ما افضل كثير جدا من المرات السابقة وادى الانتصار الثالث في عهد ريكاردو وقلنا دايما الانتصار يخلق جو مناسب للنجاح يعني يعني الانتصار بجر وراه انتصار بجر وراه تفاؤل بجر وراه قدرة على الجري المريخ الان تقدم خطوات للامام عمل ستاشر نقطة من سبع مباريات ودي ما حاجة سهلة دي حاجة كويسة ما بطالة هو لم يفقد سوى الخمسة نقاط اللي فقد قبل كده بالهزيمة من الرابطة والتعادل مع الاهل شندي طيب ما في مشكلة في انه المريخ ماشي القدام استيل احنا بنتحدث عن المريخ اللي حيقابل الترجي التونسي المريخ اللي حيقابل الاهلي القاهري المريخ الحيلاقي الوداد البحراوي عفوا الوداد عفوا اعتزر الوداد البيضاوي الرجاع البيضاوي الممكن يقابل حورية كوناكري الممكن يقابل الفتيام الكبير دي بنبحث عن هذا المريخ بعيدا عن المشاكل الادارية وبعيدا عن اي مشكلة ثاني لكن يجب ان يستثمر هذه الانتصارات عشان المريخ يمشي لي قدام وان يكون ما تبقى من هذه المدة هو عبارة عن مصفة جيد عشان نعرف من اللعبين اللي حيستمروا معنا المريخ واللعبين الماء حيستمروا معه وذا بيطلب توسيع الماعون واعطاء كل الناس فرص يعني انا شايف الان بدي فرص لكل اللعبين الجانب وذي حاجة جيدة لكن ما عاد فضل غير شهر اثناشر يعني بقى شهر اثناشر وخمستاشر واحد حتيبتدي المريكات الشتوية والتنقلات الشتوية فانت عايز تخلص من قصدي في خمستاشر يوم المريخ يوم ثلاثين عنده عنده جمعية عمومية معلنة يوم ثلاثين اثناشر يوم خمستاشر عنده تسجيلات في شهر اثنان حيبتدي اول اثنان او يوم خمسة ستة عشر اثنان حيبتدي المريخ في انه يلعب بالنهاية المجموعات يبقى احنا محتاجين في الفترة الجاية دي انه المريخ يلم رقبته شوية وانه جزء من الوقت بتاع الاداريين ما يبقى كله عبارة عن عملية انتخابية لانه في اشياء شبهي محسومة واي زول حييجي في قائمة ابو جيبين حتى تتحييت حاسم طبعا انا جانب بتاع سوداكال لازلت عند رأيي انه لابد من الاجتماع به والوصول الى صيغة نهائية لكن لو ناس المريخ ماشيين في الاتجاه ده ما في مشكلة نمشو في الاتجاه ده لكن من الان يش فكروا في منه اللي حييجي هل في لعبين اجانب حييجو عدد كم من وين وفي ادخانات خاصة انه المريكاتو الشتوي ما في ولعيب اكتر ليسببين السبب الاول العدد اللي انت مفروض تسجله اقل بشكل عام يعني ما بتكلم على السودان لكن بشكل عام سبب التاني انه في لعبين في الصيف بيكونوا معروضين في الشتاء بكونوا لعبوا يعني انت الليلة مثلا على سبيل المثال الهلال لو فك اي واحد من لعبين انه لو انت سجلته ما هتستفيد منه اللي انه ما هيلعب معك فدي من الاشياء المهمة جدا على اي حال المباراة خلونا نرجع المباراة المباراة كانت جيدة بشكل عام اقول يعني ما بين فوق الوسط هو الجيدة لكن ما يهم هو الانتصار نعنو الانتصار بلما الناس بيدفع الناس بخلي فيه جو كويس فنقول ان احنا حظ اوفر لتوتي لكن نقول للمريخ مبروك وفي نفس الوقت تشد حيلك المستوى ذات والاستمرار بيه في الدورة المحلة فيه بشكلية لابد من التحسن والتحسن الدائم الى الامام عشان المريخ يقدر يلقى نفسه يلقى ما يريد الواضح انه ريكاردو بيجرب اكتر من تشكيل وانا بقصد بالتشكيل التنظيم يعني انت تلقى بدأ بتنظيم 4-3-3 ثم تغير الى 4-4-2 ثم تغير داخل المباراة نفسه ثم تغير الى كده فيحنا ما دارين نحكم لغاية الان على الطريقة بتاع اللعب لغاية ما نشوف هو فكره شنو لانه هو الراجل اللي اشتغل في السودان وعارف الحاصل شنوه برضو هو عايز يخفي بعض الاشياء لانه عنده مباراة مع الهلالة اللي هو ند التقليد طيب انا ما هطول عليكم كثير في هذا الفيديو وكل اللي هقوله مبروك للمريخ خارض لك توتي تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله